عودة إلى الخبر الأبرز حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفقا لأرقى المعايير في محافظة ينوب سيناء خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية براء السدر والطور وذلك بشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تدخر بها مصر في هذا الإطار جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطعاته المختلفة تمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء خاصة في مناطق آيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور مواجهة سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعيير في تلك المناطق الفريدة من نوايها وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تضخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجهة كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبار على مستوى الجمهورية لسيما تطوير الطريق الساحلي بقطعاته المختلفة حيث وجه السيد الرئيس بتطقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتدي الطريق فضلا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة كما اتبع السيد الرئيس مستجدات تطوير هدبة المقطم موجيا سيادته بموصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهدبة المقطم بما في ذلك تطوير شارع تسعة الذي يمثل الشريانة التجارية الرئيسية بالمقطم الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى فضلا عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحضائق المحيطة بقلعة صلاح الدين كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية أهل مستوى الجمهورية ومنها تطوير منظومة الرئي في واحد سيوى فضلا عن كبلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة لمشروعات تنمية سيناء بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة